موسيقى صباح الهنا والجمال عليكم صباح التفاقل وصباح السعادة وصباح حسن الظن بالله اهلا بكم في حلقة جديدة من البلد يوكان مع نونة على شفاق القناة بين سي والاخص بين سي فود اقوى قناة طبخة في مصر النهاردة ان شاء الله باذن الله عندنا صنف واحد وهو ملك المطبخ بتاعنا النهاردة وهنعمله بكذا طريقة ناس كتير قوي عندها مشكلة في الكفتة او اللحمة المفرومة والفراخ نونة احنا زهينة اما بنعمل كفتة مشوية اما بنعملها مع الصغة لا احنا عايزين نعمل اصناف جديدة من الكفتة علشان تكسر الروتين بتاع كلمة كل يوم هنعمل اكل ايه نفس النظام بالنسبة للفراخ يا بنعملها صنية بنعملها مشوية بس بنحاول بقدر الامكان نطلع من الفراخ اطعمة مختلفة علشان نكسر برضو الروتين بتاع كل يوم هنعمل اكل ايه النهاردة هنكسر الروتين الكفتة عندنا لحمة مفرومة في التلاجة هنطلحها ونعملها النهاردة بتلات طرق علشان نكسر الروتين بتاعنا ونشوف هنعملها ازاي النهاردة بس قبل ما نبدأ في اي حاجة هزا افكر حبيبنا ومشاهديننا من كل مكان من الاتصال الرقام اللي تظهر معنا على الشاشة عن اي رقم ارضي على 0-900-9710 ومن ايه مبالع على 17-10 في انتظار مكلمات كله بتساعدنا دايما ان شاء الله تعالوا بقى دلوقتي نشوف اول صنف من الكفتة بتاعتنا النهاردة علشان نكسر بيه الروتين بتاع هنعمل اكل ايه بكرة عشان ست البيت يبقى عندها كذا اختيار تشتغل عليه هنعمل ايه النهاردة في اول حاجة هنعمل كفتة بالتوم والعسل المكسر الغريب اللي انت عاملين نهاردة دوه توم وعسل وهنعملهم بالكفتة طيب نشوف المقادير بتاعتنا ونشوف العسل هيتحطي امتى وشكلها في النهاية هيتطلع شكلها عامل ازاي وهنقدمها ازاي وبعد كده نحكم على الصنف بتاعنا جمل دلوقتي هنزلنا المقادير علشان نصورها او نكتبها ونشوف مقاديرنا بتقول ان احنا معانا ايه الكفتة بالتوم والعسل بالشكل ده مايبقاش مفروم ومعايا كمان نص كباية بصل مفروم او مبشور علشان هنعصره ومعانا كمان نص كباية عصر ابيض كباية من الحليب كباية من القطشب ربع كباية صوية صوص كباية بقصمات مطحون بتين معلقة كبيرة من الزبدة وملح وفل فلسوت دي المقادير اللي هنستخدمها في الخلطة كلها بس عايزة دلوقتي هقسمهم اتنين بصوا كده معي ايه دي اللحمة انا هقسم اللي هتحط في الكبه الاول مع بعضه واللي هتحط يتعمل بيه السوس مع بعضه هعمل كده بسم الله اجي اللحمة معاه في الكبه ايه بقصمات وبيض وبصل بقصمات وبيض وبصل وطبعا الملح والفلفل اصر ده كله هينزل مع بعضه في الكبه والبصلاية لو احنا بشرنا نعصرها كويس جدا طيب مش هنعصرها وهنخليها هي بصلاية متوسطة مش كبيرة علشان متسيليش الكفتة علشان ما يبقاش فيها مية وسويل وتفك مني فاحنا كده كده نحطن لها البقصمات والبقصمات كمان حطن له بيض علشان لما تبدأ ان احنا ننزلها ونكورها وتاخد تطعيمة حلوة كده او تشويحة حلوة تبقى معانا كويسة طيب دول اللي هتحطوا في الكبه السوس بقى اللي بعد كده هنستخدمه عندي ايه؟ طوم وكتشب وصوية سوس وحليب وعسل نحل وزبدة حليب وعسل نحل وصوية سوس وكتشب وطوم شرايح وزبدة دول كده اللي هيتعمل بيهم السوس بعد ما نعمل الكفتة طيب اول حاجة عندي الكب هعمل ايه؟ قادي البصل وقادي كيلو اللحمة هخلطهم كويس جدا مع بعض مع ملح وفلفل اسود قبل ما نزل البيض والبقصمات بالشكل ده كده ونصبح هلاخلود نقول لها صباح اللي هانا يخلود حاول تكلميني مرة تانية حيويت نورتيني باتصالك بصو كده حطيت اللحمة مع البصلية عندي ايه كمان؟ ملح وفلفل اسود ادي ملح وحطينا فلفل اسود بالشكل ده كده مع اللحمة والبصل هخلطهم كويس اوي مع بعض علشان يبقوا مية واحدة وهما بيدخلطوا هحط البيض ليه ما هتتش البقصمات الاول؟ لان البيض اعتبر عندي سويل فانا عايزة حط البيض الاول يدخلط مع اللحمة وبعد كده انزل بالقصمات معلقة معلقة ممكن ياخد مني معلقتين ممكن ياخد مني معلقة واحدة على حسب البداية حجمها كبير او صغير وعلى حسب السويل اللي هتتحط معنا هنشغل عليهم كده بسم الله الرحمن الرحيم موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 من الدقيق مع معلقتين كاكاو بمسك الخلاط بحط فيه الزيت والسكر والحليب والبيض والفانيليا بضربهم كويس جدا مع بعض وبعد كده بروح مسكبولة أو طبق غويت أحط فيه الخليط اللي احنا ضربناه في الخلاط وابدأ بعد كده أجيب مصفة وحط فيها الدقيق مع البكنبودر مع الكاكاو واخلطهم كويس جدا مع بعض وبعد كده أبدأ أنزل عليهم أنخولهم على الخليط السايل واضربهم كويس جدا بالمضرب قبل ما أبدأ أعمل أي حاجة عندي الفرن شغال على درجة حرارة 180 الرف الوسطاني وما تفتحيش عليه عشان الحرارة بتاعته ما تطلعش أبدأ بعد كده خلصت الكاكاية حطتها في صانية صغيرة ما تبقاش كبيرة أعرف مقاس الصانية إزاي إن الخليط اللي أنا حطاه يبقى في نص الصانية أو أعلى من النص شوية بسيطة ما يبقاش أعلى من كده ما ينفعش إن أنا الخليط بتاعي أجيب صانية كبيرة ويبقى العلوة بتاعه كده وأقول إيه لا دي تلعت معي هبطة ما تلعتش عالية طب ما شيء طبيعي عشان الصانية كبيرة فانصغر الصانية عشان الخليط يبقى في نصها أو فوق النص شوية حطناها في الفرن أصبت الساعة بتاعتي على 35 ديئة أو 40 عدت 35 ديئة فتحت الفرن بالراحة خالص زي ما إحنا ما متعودين اختبرت الكاكاية تلعت الخلة أو السكينة نديفة وزي الفل طفيت عليها وسبتها في الفرن كمان وهي مطفى عليها 10 دقيقة لقيت إن هي لسا فيها سوى ولسا العجينة نية أقفل عليها بالراحة واسبها شوية كمان وبعد كده أختبرها عملتها وبعد كده تطلع تبرد أهم حاجة ما تفتحش الفرن يكون فيه مروحة أهم حاجة ما تطلعهاش على سطح سائع علشان ما تهبطش منك عايزة بقى تعملي صص شوكولاتة اقتصادي وتسقيها بيه بعد ما تبرد أهم حاجة بعد ما تبرد عشان وهي صخنة تبقى عاملة زي العجينة بتعملي إيه بتجيب الخلاط بتحط فيه كباية من الحليب كباية من الزيت كباية ونص من السكر ومعاهم كمان 3-4 معالق كاكاو الكاكاو إيه اللي بنحدده؟ يعني ما نحطش كباية كاكاو لا نحن بنحدد الكاكاو على كمية اللون السوس اللي انت عايزات ويتقل بتاع السوس نفسه يعني بتضربي السكر مع الحليب مع الزيت كلهم في الخلاط وانت بتضربيهم بتزودي معلقة معلقة من الكاكاو لحد ما بيوصل السمك بتاع السوس اللي انت عايزات وفي نفس الوقت اللون اللي انت عايزات ونقول صباح الخير صباح اللون صباح الفل يا رغضة عاملة إيه؟ علو علو معانا رغضة ولا فصلت؟ فصلت؟ حاولت كلميني تانية رغضة بصوا كده انا عملت جزء اهو وطبعا الطاصة عندي مش هتاخد كل ده فهعمل ايه؟ هحط دول ياخدوا الصدمة على مبدأ ان انا اكور او اشكل باقي اللحمة بتاعك عناية الاثنين حاضر ادي حبة من الزيت الطاصة عندي سخنة فانا متأكدة ان الزيت مجرد ما ينزل هيبقى سخنة على طول لان الطاصة عندي مسخنها طيب بصوا كده ابدأ ان انا بقى ايه؟ انزل الكفتة تاخد صدمة ومجرد ما حطيت الكفتة مبدأش حركة ولا بمعلقة ولا بشوكة ولا بأي حاجة هي هتبدأ تشمع من الجناب هتبدأ ان هي تسيب الطاصة كل اللي انا عايزاه ان انا هبدأ ان انا ازقها بالشكل ده علشان تاخد اللون من جميع النواة بسم الله سمعين لا سمعين الصوت اهو قدام بيبقى كده انا سمعها الصوت اللي هيتطصة اصلا كانت سخنة بنرس كده ومن يعني من ديقشة قوي علشان يبقى فيه مساحة من الكفتة تتحرك مع بعضها وتتقلب من ناحية التانية بصوا كده على ما تاخد اللون بتاعها مع التحريك المستمر كده على البتاجاز هبدأ ان انا اشكل الباقي علشان اشيل ده وحط ده وبعد ما نشيل الكمية كلها ابدأ بقى اعمل الرسوس وهنشوف ده كله بعد ما ارجع من الفاصل ان شاء الله مستنياكم بعد الفاصل او اتراها في اي حد تعالوا كده بصوا ادي الكفتة اللي احنا اديناها صدمة ولا فكت الحمد لله ليه اولا انا حطين بقصمات ثانية احنا حطين بضاية فالبتين فالبتين دول مسكن الدنيا وهيخلوا طعمتها اصلا في منتهى الجميع شلتها وبدأت ان انا احط الشوية التانين اللي انا شكلته وما نحرقش بمعلقة ولا بشوكة هي انسبة مجرد ما تتشمع هنلاقيها تتحرك بكل سهولة لوحدها اهو علشان تاخد التحميرة من كل ناحية طيب هعمل ايدي الوقتي نجيل دي عشان نشيف بيها كفتة لما استعملها مجرد ما تتحمر كده ابدأ ان انا اشيلها ومكان الزيت اروح حطها معلقة الزيت ده وابدأ اعمل السوس بتاعها وهنشوف شكل السوس هيبقى عامل ازاي وتطعمتها اصلا هتبقى في منتهى الجميع حاجة كده مختلفة حاجة كده زي اللي بنشوفها كده في المجلات والنت كشكل وكتطعيمها ان شاء الله بإذن الله هتعجبكوا قوي وتنور داك بالشكل ده كده نونها هي كده استاوت تعتبر استاوت نص تسويت يعني خادت التشكيلة من برا وخادت التشميعة وخادت التحميرة اللي احنا شايفينها زي اللحمة المفرومة او الفراخ لما بنجي نعملها اصلا ما بتاخدش وقت على النار هتعمليها وتخدشها في الفرن كنا بها بس القفتة بتاعتنا ما بتتحطش في الفرن مجرد ما يتعمل السوس هتبدأ ان هي القفتة ننزلها ونقلبها مع السوس ونغطيها شوية تبدأ تتشرب وتدينا بعد كده شكل وتطعيمها صدقوني جربوها مش تندبوا يعني كده نبدأ ان احنا نشيل انا شايفة طبعا اني شوية الزيت دول كطار لان انا لسه كمان هحط زبدة فبصراحة هنقص الزيت ده شوية عشان لما حط الزبدة عليه بسم الله يديني النتيجة اللي انا عايزها نزلت حبة من الزيت وهنزل بقى دلوقتي الزبدة بسم الله تبدأ ان هي تسيح مع الزيت السخت وابدأ انزل عليها بايه باقى بصوا انا عندي طوم وعندي قطشب وعندي عسل وعندي صوس وعندي حليب اول حاجة طبعا للطوم عشان يتشوح في الزبدة ويطلع روايح في منتهى الجمال وهتلاحظوا ان انا حتى الطوم شرايح مش مفروم علشان انا عايزها يبقى ظاهر ساعة ما حطت القفتة كده واجهة قدمها عايزة الطوم ده واتيبقى باين بالشكل اللي هو هتشوفوه ساعة التقديم شامل بدأ ان هو يتشوح كده عندي قطشب وعندي صويا صوس وعندي حليب دي السوايل اللي انا حطاه قبل العسل كده بدأ ان هو يبقى ذهبي اروح تشاه بالصويا صوس بسم الله شايفين انزل على طول بالكطشب والله يا جماعة بيحصل عظمة انزل بعد كده بايه بصوا كده قبل ما انزل بالحليب انا قلت لكم هنزل دول قبل العسل لا انا عايزة الصويا صوس مع الكطشب وعليه العسل بالشكل دكت شايفين المنظر عامل ازاي طب نونة هو الحليب ده هتحط امتى طيب الحليب اللي احنا عطينه ده مش هتحط كله مش هتحط كله بصوا انا هعمل ايه وهي دي كده هبدأ ان انا سنة من الفلفل وسنة من الملح وقلت كده وهروح حطه معلقتين ثلاثة بس من الحليب او ربع كبية بس انا مش عايزة اكتر من كده من الحليب ليه عملتي كده علشان يبقى فيه سويل ممكن ابدل الحليب دول بشوية مية مفاش اي مشكلة انا لو ست السويسوس مع العسل مع القتشب على النار هيبدأ ان هو لما نزل عليه الكفتة هيبدأ يتحروق ويديني ريحة شياط ويبدأ ان هو يطلع لي الكفتة ممررة فانا كسرت ده كله بحبة الحليب اللي انا حطيتهم مش عايزة تحطي حليب حطي مية بصوا كده شايفين بصوا انا عايزة شكل التون كده متعملهوش مفروم بالشكل ده ابدأ انزل انا بقى دلوقت بقي يا جمل بالكفتة علشان تشرب من كل الحلويات اللي احنا حطي بسم الله تقلبتن وهوريكو حالا شكل الكفتة عاملة ازاي بصوا كده ينهر ابيض ينهر ابيض بص يا جمل شايف منظر الكفتة يعني فعلا يعني جربوها دي لو تقدمت ليكو برا هتعمله عليها بالبلد بتاعنا كده هتعمله عليها فرح ينهر ابيض ده احنا روحنا مطعم وكاننا فيه كفتة ومش قادر اقول لكم نفسنا نبقى عارفين هي معمولة ازاي اهي الطريقة اصلا ما يكون بمكونات بسيطة جدا زي ما بنعمل كده زي ما بنقول بالبلد بتاعنا كده بطريقة امهاتنا بنعمل ملفسيخ شرباط عملنا صنف جديد في منتهى الجميل مش هقطع عليها علشان ما تلزقش معي لأ انا هسيبها كده اهي تستوي وتتشرب من السوس طيب هنسيبها كده على النار وتعالي يا جمل دلوقتي نشوف الصنف التاني من الكفتة النهاردة عشان نكسر روتين هنعمل اكل ايه بكرة معانا بيكون من ايه كفتة بالمرأة يعني ايه بالمرأة يعني انت هتعملي كفتة وتخطيها تسويها في المرأة طيب تعال ونسوف المقاجر مع بعض كده ونسوف هنعملها ازاي كفتة بالمرأة معايا كيلو لحمة مفرومة معايا بصلايا مفرومة نص كباية من البقصمات المطحون زبدة وبضايا معلقتين كبار من الدقيق كباية كريمة طهي وممكن لو مش موجودة نستبدلها بشوية لبن معايا كمان مكعبين مرأة لحمة ومية مغلية صعبة؟ طيب ما تجوا كده نشوف التوابل كمان اللي هنقطها معانا ايه؟ معايا معلقة صغيرة بصل بودر وطوم بودر وبهارات لحمة وملح وفلفل اسود متهيئة لأبسط من كده مفيش لكن هتدينا في الآخر خالص حت الطبق ما يعلم بله ربنا حاجة عظمة طيب تعالوا كده نشوف ادام عندنا كفتة هنقسمها نفس النظام زي ما عملنا في الاولان ادي لحمة معايا في الكبه ايه؟ بصلايا معايا بقصومات معايا بضايا معايا بس ملح وفلفل اسود نفس ما عملنا في الصنف الاولاني اهم حاجة بتجمعي الكفتة أو بتجمعي اللحمة المفرومة وبعد كده بتطعامي في السوس اللي بتعمليه طيب ادي اللحمة بسم الله بالشكل ده وزي ما عملت في صنف الكفتة الاولاني يتحط البصل ملح وفلفل اسود وابدأ اخلط كله مع بعض والبداية بعدها وبعد كده احط البقصومات عشان يجمعي الليلة بتاعتي كلها ويا جمل بيحصل عظما على البتجاز يا جمل بصوا كده شايفين الشكل هứngان إزاي عمالة تشرب من السوس ولس كمان هنسيبها شوية كمان حاجة كده حاجة مش مصرية حاجة تكسر الروتين تعالوا كده مع بعض حطينا لحمة وبصل وفلح وفلفل اسود ومعاهم اللحمة والبصل والمالح والفلفل اسود ما عملتش اي حاجة تانية نخلط وبعد كده ننزل بالبداية والبقسمات بسم الله اشتركوا في القناة نفس اللي عملناه في الاول بصل مع لحمة ومالح وفلفل اسود ضربناهم كويس جدا مع بعض نزلنا بالبداية وبعد كده نزلنا بكم معلقة بقسمات خلطنا كله كويس بقى عندنا شكل العجينة دي كلها مية واحدة ما فيش حطة بصلية طالعة ما فيش حاجة بينة بالشكل ده كده نبدأ نعمل ايه زي ما عملنا في الاول بالذكر هنبدأ نشكل كور ونركن على جنب علشان ندي صدمة قبل ما نعمل الصوص بتاعنا وقبل ما نخلص بقى كده يا جمل تعال نجيب برضو حبة فيها بولة فيها حبة زيت علشان التشكيلة تطلع معنا نعمل انا عايزة اقدم دي يا دي تقدمها ايه ايه طيب ماشي اه خلاص تميم نشيل بس دي كده من على النار مش عايزة تستويه اكتر من كده بصوا كده وريحة هيلة هسيبها كده على جنب كده هوننشيلها اه ونبدأ دلوقتي نشكل الكفتة التانية بنفس ما شكلنا الاولانية بحبة زيت في بولة علشان تطلع معنا مظبوط ودي الوقت التاني يسخن اهو علشان ياخد الصدمة زي الاولانية بالشكل ده كده ندهن زيت نشكل نخلي الحجم زي ما هو متوسط زي ما انا عامل الاولاني ده علشان لما تنزل فرد النار وتستوي تبقى مدياكي حجم كويس بالشكل ده كده تعالوا نطلع فاصل نشكل في الفاصل عشان ما تفضلوش معايا كتير ولما نرجع ان شاء الله مش هعمل اي حاجة الا ما ترجعوني علشان تشوفوا الموضوع من اوله لاخره شوية صغيرين وراجعين او اترافوا اي حيطة ومستنينك وزي ما حضراتكم شايفين كده شكل الكفتة يجنل بجد وعايز اقولكم ان في الفاصل دقت السوس بتاعها حاجة كده عالمية حاجة بجد ما تتوسفش جربوها وصدقوني مش تندموا لو مش حلوة انا مش هعملها فجربوا وانتم تطمينين وانتم غمضين عينيكم عايزة بقى تاخدي كده الكفتة على جنب وتاخدي حبة المكارونة تقلبيهم في الفلسوس اللي عملناه زي ما انت عايزة اللي انت عايزة اعملين شايفين شكل عامل ازاي نعمل كده شكرا احسن من كده مفيش طبق زي الكفتة ده علشان تكليه من بره مش قادر اقولك ممكن تتفعي فيه كامل امشي مش قادر اقولك ممكن تتفعي فيه كامل وتعمليه وتقدميه لولاديك كده حاجة عظمة بجد صحتين وعافية على قلبك طيب صنف الكفتة التاني عملنا ايه؟ شكلناها كبر ونفس ما عملنا في الاولين حابة زيت في طاصة علشان نبدأ نديها صدمة وما نفقش منها خالق يعني ما نقلبهاش تتقلب بالشكل ده كده ليه؟ علشان بعد ما تاخد الوش بتاعها هنشيلها في طبق وارجع بعد كده اروح حتى الباقي وبعد ما خلص خالص هروح مكانها عاملة الصص نفس النظام زي ما قلت لكم طيب تعالي يا جمل كده وهي شغالة على النار علشان نعمل صنف الكفتة التالت الكفتة التالت عبارة عن ايه؟ هنعملها النهاردة مش كفتة لحمة مفرومة علشان الناس اللي عندها صدور فراخ وعايزة تعمل كفتة فراخ يبقى احنا كده النهاردة غطنا لها موضوع هنعمل اكل ايه بكرة؟ لو عندك فراخ شغال عندك لحمة مفرومة شغال طيب هنعمل ايه دي الوقت؟ هنعمل كفتة فراخ وكفتة الفراخ بتاعتنا هنشويها ونقدمها بشكل مختلف ان شاء الله يعجبكم وينول رضاكم كفتة الفراخ المشوية بتتكون من ايه؟ كيلو صدور فراخ هتجيبها مفرومة ماشي وشتجيبها مفرومة يبقى احنا هنفرومها في البيت في الكبة مع المكونات اللي احنا هنعملها معايا بصلايا مفرومة نص كباية من البعدونس ومعايا ايه كمان؟ معلقتين كبار فلفل احمر حار وممكن تستغني عنه لما بتحبيش الحاجة لسبايسي معلقتين كبار طم مفروم نص كباية بقصمات مطحونة علشان تمسيك لنا الخليط بتاع الكفتة اربعة معلقة اربعة معلقة صغيرة ايه معلقة كبيرة معلقة كبيرة كسبانة نشفة ومعلقة صغيرة جسط التيب ومعلقة صغيرة كمون وملح وفلفل اسفت مكونات سهلة وبسيطة جدا هنا بقى ما بنقسمهاش يعني عندي في الخليط ده ما بقسمش حاجة تتعامل سوس وحاجة تتحط في الكبة لأ عندي الكبة وكله هينزل فيها كله هينزل فيها بس حاجة قبل حاجة يعني انا مش هنزل الفراخ وبعد كده اروح منزلة بقى المكونات لأ انا هنزل البصل والتوابل وكل حاجة مع الفلفل والطوم وكله اخلطهم هم كويس الأول وبعد كده اروح نزلة بالفراخ تجمع ده كله مع بعضة تعالوا كده نشيل الكفتة يعني ما ننشغلش في حاجة وننسيها ونرجع ايه نقول يا ريت اللي جرى ما كيه بالشكل ده كده ودي بقى مش هنكمل تسويتها على النار بمعنى ايه بمعنى ان هي اكيد اللحمة ما استوتش ومشينفع ان انا اقول لكم ان هي استوت هي اخدت نص سوا او التسميعة او الصدمة اللي احنا عايزينها بعد كده لما اجي عمل الصوس وما خلص خالص هروح حطهم مع بعض بفتاجن وحطهم في الفرن تكمل التسوية بتاعتها على الهيدي علشان اللي خليط اللي انا هعمله ما ينفعش التسوية بتاعته كلها تبقى على النار من فوق بسم الله الشكل دا كده بتكمل الصدمة بتاعتها على ما نشتغل في كفتة الفراخ بسم الله عندي الكبة هعمل ايه بسم الله الرحمن الرحيم ايدي التوم والفلفل وادي البقدونس والتوابل بتاعتنا كلها كوزبرة جوزتيب رحة جوزتيب هيلة لما تجيبوا جوزتيب ما تجيبوهاش بسم الله ما تجيبوهاش بودر من عند العطار لأ هاتوا البلح اللي هو السليم وخلطوها في وقتها او بصروها في وقتها بتدي ريحة حلوة جدا جدا احسن من البودر حطينا دا كله مع بعضه ناقسني ايه ناقسني ملح وفلفل بالشكل دا كده اخلط دا كله مع بعضه قبل منازل الفراخ والبقسمات بسم الله شايفين الخليط دا البصل مع التوم مع الفلفل مع التوابل مع البقدوس اتخلط كله بالشكل دا منازل الفيسيخ الحدي رح يجيبلي فتير يا حبيبتي ساحتين وعافية على قلبك يا رب لا بجد يا نونة عشرة على عشرة الحلقة كانت رائعة من اولها الاخيرها من اول ما تنظفي لغاية مال سفرة حطة ما شاء الله حبيبتي الله ساحت والف عافية على حياة كله حبيبتي ساحت والف عافية ويخليني الحاجة عافية هي حبيبتي وازاي ماما كلنا بخير وكويسين ببعت لماما تحية كبيرة عشان ربت لنا نونة الله يسعد قلبك يا رب ويكرم بجد والله ربنا يكرمها كده ان شاء الله بحبها رأي في الله والله وهي بتعزك جدا والله العظيم الحمد لله الحمد لله وازاي الاستاذ جمل تمام كويس الحمد لله بيسلم عليك وكل كثة البرنامج عشان ما نقولش اسم اسم المهم الحلقة النهات بروعة روعة يعني مجموعة كفة جميلة عملها يا نونة يا رب تعجبك وتنر رضاك يا رب لا جميلة والله يعني كل اللي عملته من ايديكي طلع جميل ومفضوط والله تسلم ايدك يا رب وصحيتين وعافية على قلبك دايما ما تحرمش منك ولا من صباحك اللي زي الفل بصوا عملت ايه شوية الزيت برضو كانوا كتار ليه بحط شوية زيت كتار انت ممكن تصفيه وتستخدميه في حاجة تانية لكن انا دلوقتي ممكن ما تحطي الزبدة اصلا يعني ممكن اصلا ما تحطي الزبدة وتستخدم الزيت اللي احنا عملناه عملت كده عندي ايه عندي دقيق في نفس الزيت اللي انا اديت فيه تشميعه للكفتة شايفين انا عايزة الدقيق مع الزبدة مع الزيت بالشكل ده كده يبقى الزيت اللي دقيق واخد براحه وهو بيتحمر بالشكل ده اعمل ايه مع الزيت وهو بيتحمر كده ادي مكعبين مرأة ومعايا بصل بودر وطوم بودر معايا سنة من الكمول سنة من الفلفل الاسود وسنة بسيطة جدا من الملح ليه علشان انا مستخدمه كريمة خافك لو هستخدم حليب عادي كريمة الخافكة قصلا كل ما بتغلق على النار كل ما بتحدق فانت ممكن تستبدليه كده كده انا حطى دقيق فممكن تستبدليه وتحط مكان وحليب مفاش اي مشكلة حمرت كده كويس قوي عندي ايه عندي الكريمة بتاعة الخافكة وممكن نبدلها بحليب عادي مفاش اي مشكلة بالشكل ده كده وهي لسه بتعمل كده وبتتشكشك هعمل ايه حبة من الميا السخنين وتكون سخنة من الساعة كده مشكلة ده وطبعا كل ما تبدأ هتحط على النار كل ما هتتقل وانا مش عايزة كده في ثواني اروح عاملة كده بسم الله علشان تشرب من الكريمة على كده نضوء ملح بتاعها بسم الله عظمة والله العظيم عظمة مش محتاجة ملح ليه لانا ما ادخلها الفرن هتاخد سنة حضق شوية كريمة الخافكة لما بتقعد على النار او بتتعرض للحرارة والسخنية كل ما بتغلي كل ما بتحدق وانا مش عايزة هتحدق معي قبل ما اشتغل فعشان كده زي ما حضراتكو شايفين بالشكل ده كده هعمل ايه هعمل كده بسم الله النبي لو زبطها الله هو اكبر لو زبطها نية تطلع على قد الطاجل ما هتطلع كده لو زبطها ان الكفتة تطلع على قد الطاجل مش هتطلع بالشكل ده كده تتحط في الفرن تحت الشوية عشر دقايق تاخد التسميع الحلوة وصحتين وعافية على قلبكم يا رب بسم الله ارجع تاني قبل ما اطلع فاصل عشان جمل دلوقتي هيقول لي تعيين اطلع فاصل فانا هلحقه عشان ايه ما يقول ليش تعيين اطلع فاصل عشان اصبع على ما ترجعوا لي طيب باعمل ايدي الوقت حطينا البقدونس مع البصل مع الفلفل مع التوم والتوابل بتاعتنا وخلطناهم كويس جدا هاعمل ايه بعد كده رح تنزلها الفراخ لو الفراخ مش جايبها مفرومة يبقى اكتفروم الاول قبل ما بتعمل الخلطة دي هشغل عليها كويس جدا وبعد كده انزل بمعناها تبقصمات علشان تمسك هالي ما تسيلش مني تعالوا كده بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة نانسي قنقر خلطت كويس جدا وهوريكم شكل الخليط دلوقتي عامل ازاي وعلى مكانة الكبه بتاعتنا شغلة انا عملت ايه جبت الطبق اللي هبدأ ان انا اصبع عليه وحطي في العيدان بتاعت الخلة بتاعت الشيش طوق لو انا ما عنديش مفاش اي مشكلة ممكن اصبع اصبع على قلم اصبع على السيخ او اصبع على اللمسان اصبع على معلقة خشب مدورة زي ما انت عايزة مش عايزة ده كله مفاش اي مشكلة هصبع على قدية عادي جدا عندي جريلة على النار سخنة مش هحطي فيها اي مواد دهنية ليه لان انا دلوقتي لما اجي اصبع الكفتة هصبع بزيت فالزيت ده هو اللي هيسويلي الفراغ بتاعتي على الجريل بصوا كده معايا الخليط عامل ازاي بصوا شكلها اصلا عاملة ازاي بالشكل ده منتشة ما بتتلفش اهي في ايدي منتشة انا عايزة التنتشة دي تبقى نعمة هتنعمل ازاي كده بسم الله ايدي ودهنا بالزيت وابدأ ان انا همسك كده هكبر شوية علشان هصبع على الشيش يبقى انا هزبط ان هي تبقى الحد هنا اه لا في اصغير اهو صح اخي ده اهو واروح مسكة قطعة الفراغ كده تكون كبيرة شوية مليانة وبصوا را هعملها كده التلميع بتاعت الزيت او لفة الزيت بصوا ما بقتش منتشة بقت نعمة اهي بالشكل ده واضغط كده علشان الشكل بتاعها يثبت معايا اهي واركن على جنب بصوا ماركن على جنب اللي انا هحط فيه اهو دهنة من الزيت علشان لما يجي اشيل الصبع يطلع معايا بكل سهولة تاني حتة من خليط الكفت وادي اتنين من الشيش واروح عاملة كده ايديا مدهونة زيت طب نعمل اتنين كمان حاضر ناخد كده وتصبعي كله الاول علشان مجرد ما بدأتي تسوية انت مش هينفع تسيب البوتاجاز مش معنى انت مش هينفع تسيب البوتاجاز فانت كل شوي هتقلبي فيها لا انا مش عايزك تقلبي فيها انا عايزك هي مجرد ما تبدأ ان هي تتشمع تقلبيها بكل سهولة لكن انت روح تمستعجلة وبدأت ان انت تقلبي بدأت ان هي تنتش في الجريل وتبدأ ان هي ما تستويش عدل فمش هنبدأ نحركها الا لما هي تاخد السوى بتاعها وتبقى بتتحرك معايا بكل سهولة كده اهو بصوا دهنة الزيت ما خليالي الكفتة فيها لمعة في منتهى الجميل اعمل كده طب يا نون انا دلوقتي ما عنديش جريل وعايز اعمل الكفتة اللي انت عاملاها دي هينفع تسويها في الفرن اه طبعا ينفع تسويها في الفرن تصبعيها صوابع او تحطيها على الشيش كده وتحطيها في صنية في الفرن وتدخليها الفرن من غير ما تغطيها ومن غير اي حاجة خالص هتسيبيها في الفرن حوالي من ربع ساعة لتلت ساعة تبدأ يتغير لونها تبدأ تقليبيها عن ناحية تانية هتطلع معاك زي الفرن تعالوا بقى نطلع فاصل اكون صبعت الباقي ومش هحط اي مواد دهنية في الجريل ليه علشان التلميعة او التصبيعة اللي انا عاملها بالزيدي هي دي المادة الدهنية اللي هتشويلي الكفتة على طول وتخليها تشد معايا وفي نفس الوقت تبقى في منتهى الجميل نطلع فاصل نرجع من الفاصل نشوف الكفتة بتاعتنا اللي في الفرن ونشوف الكفتة المشوية ونشوفها نقدم ايه وان شاء الله بإذن الله جمل ينزل لنا كل المقادرة عشان الملحش يكتبها كل ده بعد الفاصل او اطراق طائحة اي حتا بالسلميلك اشتركوا في القناة وزي ما ارجعنا كده شايفين معانا هنا عامل ايه حطيت جريلة تانية وحطيت فيها دهنة زيت بسيطة وببدأ الاسوع العيش عشان عايزاي اخد نفس التضليع بتاعت الكفتة بصوا هيدا عملت من ناحيتين وبدأت اوقف عالجوانب شايفين عشان تبقى استوت من كل ناحية شايفين عبدأ ان انا اوقف كده عالجوانب علشان اتأكد ان الكفتة استوت من كل ناحية بدأت انقل امتى او بدأت ان انا اقلبها امتى لما بدأت ان انا اجي امسكها كده لعيات فك معايا بسهولة شايف الحروب بتاعت الكفتة نفسها بدأت ان هي متشمعة وبتطلع بسهولة طيب تعالوا كده بسم الله مساء الله الله هو اكبر بصوا بقى كده هعمل ايه هروح واخده كده شايفين الكريمة الجوسي بتاعها عامل ازاي انا لو كنت سبتها على البتجاز من برا لو كنت سبتها على البتجاز من برا كان الجوسي ده هينشف وتبقى معايا مكتومة وتبقى معايا اكدنها بتتقطع قطع لكن بص بص يا جمد ده اللي انا عايزيه عشان كده راح تحطاها في الفرن علشان تاخد التطعيمة او تاخد الشكل اللي انا عامل ايه حاجة كده هو انتهى الجميل للشكل ده كده مش عايزة اكتر من كده بس حاجة كده تحفظ الكفتة الناحية دي اهيه تمام العيش تمام وزاي الفل بصوا بقى لما اجي اقدم هعمل ايه انا همسك الرغيب كده واروح عاملة كده ومعايا هنا بصلايا متقطع شرايح رفيقة ومعايا رشة بسيطة من السماء ومعاياها كمان حبة من البقدونس هاجي كده اروح عاملة هنا كده وعمل كده مع حبة من السلطة بالشكل ده وابدأ اعمل كده بتاخد بتدي تطيمحي الوقت حاضر اعملها كده تاني كده بصوا كده بصوا عندي سخنة فيها سنة زيت حطيت رغيف كمان عشان يكلاسه وهنا الكفتة مشى معايا تمام وزاي الفرن عايزة تحطيها في الفرن مش عايزة تعملها على جرين زي ما انت عايزة اللي عجبت كله شغال معانا اللي انت عايزة اعمليه والمناسب ليك كمان اعمليه مص يا جمل كده رشت البصل مش احطي سلطة لكن احط بصل كده بسم الله عناي ونروح عاملين كده كده اهو ونعمل كده بص يا جمل مش عايز عالتاني اول لا يبقى كده احنا تمام وزاي الفرن عملنا كفتة ما شوية فراخ مش لحمة وعملنا صنفين من اللحمة المفرومة استغنمناهم كفتة بس بشكل مختلف وتطعيمها مختلفة وحلوة قوي علشان زي ما قلتلكم نكتر روتين هنعمل اكل ايه بكرة بقى عندك النهاردة اهو ثلاث اختيارات عندك في التلاجة لحمة مفرومة طلعيها عندك في التلاجة صدور فراخ او وراك او خليط من ده او من ده طلعي وفروميه واشتغليه اسهل من كده مفيش ثلاث اصناف النهاردة هم الله اكبر عليهم وصحتين وعافية على البك يا رب اتمنى تكون حلقة النهاردة عجبتكم نالت رضاكو اتمنى دايما نكون عند حسن ظنوكو اللي فاتوا اي حاجة من حلقة النهاردة بيقدر يطبحها على الاعادة الساعة تسعة ونص بإذن الله بالجدد دقائنا الساعة عشر صباحا مع حلقة جديدة من برزيوك المعنونة على شوكة كنات بانسي ربنا يخليكو لنا يا رب ما ينتحرمش منكو ابدا ولا من وجودكم ولا من وجودكم اشوفكم على خير واسوفكم على خير وقولكم السلام عليكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة